احتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج المراحل الثانوية العامة التعليم الفني والمهني الاعدادية للعام الدراسي 2021-2022 وبهذه المناسبة رفع الوزير خالص الشكر وعظيم التقدير الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله لدعم جلالته ومساندته للمسيرة التعليمية كما تقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله على اهتمامه ورعايته لهذه المسيرة مما مكن وزارة التربية والتعليم من تقديم كافة الخدمات التعليمية لجميع المراحل الدراسية وتنفيذ مشاريعها التطويرية التي تظهر نتائجها المشرفة بالسمرار على مخرجات التعليم وتوجه الوزير بالتهاني للأبناء الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا النجاح مشيدا بالجهود التي بدلها أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس والقيادات التربوية بالوزارة وكافة العاملين لاستدامة العملية التعليمية وأضاف الوزير أن العام الدراسي الحالي شهد تكاتف جهود التحديث مع العمل المتواصل لتوفير التعليم في الظروف الصحية الاستثنائية وفيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2021-2022 فقد أظهرت النتائج في المستوى الثالث الثانوي أن نسبة النجاح قد بلغت 97.3% أما على مستوى المرحلة العدادية العامة فقد بلغت نسبة النجاح العامة 98.3% وبلغ عدد المتفوقين من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95% فأكثر للعام الدراسي الحالي 2977 منهم 823 متفوقاً و2154 متفوقاً تفوقاً